موسيقى 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 أهلا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو الواحد والعشرون من شهر يوليو للعام 2018 الرئيس عبد الربو منصور هادي يقول في مقابلة مع البي بي سي إنه ما كان يتوقع أن تطول الحرب مع الانقلابيين كل هذه السنوات في إشارة ربما إلى أن الحرب قد طالت بدون مبرر أما وزير خارجية الشرعية خالد اليماني فيقول لصحفة الشرق الأوسط السعودية يقول إن الشراكاء في العالم يتخاطبون معنا ويمارسون الضغط على الحكومة الشرعية رغم إقرارهم بأن المشكلة تكمن في الميليشيا الانقلابية التي لا تحترم القانون الدولي ولا القانون الإنساني وهي الطرف الذي يجب مسائلته هذه شكوى أخرى مارتن غريفت المبعوث الدولي قال يعني اشتكى اليماني بأن غريفت مارس ضغوطا شديدة على الحكومة الشرعية والتحالف العربي منذ اللحظات الأولى لتوليه الملف اليماني هذا كلام خالد اليماني وتمثلت هذه الضغوط في الجانب الإنساني بهدف الوصول إلى نتائج في الملف السياسي وزير خارجية يلفت إلى أن تقييم الأمم المتحدة في الجانب الإنساني غير منصف أما وكالة سبأ وكالة سبأ التابعة للحوثيين فتحدثت عن لقاء حوثي مع السفير الفرنسي في صنعاء وأن السفير قد أشار إلى أن زيارته تهدف إلى توضيح موقف باريس تجاه القضية اليمنية اللي هو الموقف المرتكز على أنه لا حل عسكري للأزمة ما الذي تريده بريطانيا وأمريكا ودول أوروبا في اليمن ولماذا يحرصون على بكاء الحوثي في المشهد وما هي خيارات الحكومة الشرعية إذا تآمر الأشقاء والأصدقاء هذا ما سنناكشه في هذه الحلقة كونوا معنا في نوفمبر 2017 وقبل أن يعين مبعوثا أموميا في اليمن من قبل الأمم المتحدة قدم مارتين جريفت محاضرة بعنوان إخماد الحرائق كيفية إنهاء النزاع المسلح في العراق وسوريا واليمن هذا كان عنوان محاضرة جريفت أقامها هذه المحاضرة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض وقدم جريفت في إطارها رؤيته عن الحرب في اليمن والحل طبعا من وجهة نظرة حيث ذهب إلى أن فرص حل الصراع في اليمن تتضاءل يوما بعد يوم خاصة كما يقول وأن الأزمة أصبحت تأخذ شكل الحرب بالوكالة واعتبر جريفت أن أي تسوية للخلافات بين الأطراف اليمنية يجب أن تأتي بمبادرة من هذه الأطراف نفسها وأن يكون لديها استعداد للمفاوضات وفي ذات الوقت أن يتم العمل على بناء بيئة سياسية الجديدة تشمل المؤسسات السياسية وجماعات المصالح والأحزاب كما يقول جريفت كما أنه أشار إلى أن إجراء مثل هذه المفاوضات يحتاج إلى وقف إطلاق النار مع إشراك القبائل كما سمهم هذا كلام جريفت في 2017 قبل أن يعين مبعوث أممي لحل الأزمة في اليمن وطبعاً ما تقدرش تأخذ من هذا الكلام لا حق ولا باطل لأنه يخفي من القناعات أكثر مما يبدي لكن يبدو أن جريفت يتبنى وجهة نظر بريطانيا والدول الأوروبية نفسها من القضية اليمنية وهي وجهة النظر التي عرفناها من موقف هذه الدول في نفس اليوم الذي دخل فيه الحوثيون صنعه كان واضح موقفهم ومن السفارات التي ظلت مفتوحة ومن التنسيق بينهم واضح من الكلام ومن المواكف أن هذه الدول تؤيد بقاء الحوثي شريكاً كوياً وفاعلاً في السلطة ضمن حل سياسي لا عسكري في المستقبل وإذا أردنا أن نلخص ما فعلته الدول الغربية في القضية اليمنية في عبارة واحدة يمكننا الكون إنها كانت هذه الدول كانت تمكن الشرعية في الفضاء الدبلوماسي وتمكن الانقلاب في فضاء الواقع القرارات الأممية لصالح الشرعية والمساعدات العملية لصالح الحوثي هذه السياسة تكشف عن الهدف الذي تريد هذه الدول الوصول إليه يعني هذه الدول تريد بقاء الحوثي فصيل سياسي كوي ومعطل للحياة السياسية في اليمن بحيث يظل حصان جاهز للركوب في أي لحظة للكوى الأجنبية كلما تعددت النقائض في الداخل أصبحت البلد مهيئة للتدخل الأجنبي في أي وقت لما يكون عندهم أحصنة جاهزة للركوب وما فيش دولة موحدة وكرر واحد يكون هذا من مصلحتهم في الخارج أصحاب الأجندة وهذا طبعا يتوافق مع رغبة السعودية ورغبة الإمارات بطبيعة الحال لأن هاتان الدولتان تريدان يمنا معاكن لا يهددهما ولا ينهض لا يشكل لهم تهديد من أي شكل ولا ينهض هذه هي الصيغة السياسية التي يريدها الغربيون ويريدها تحالف الثورة المضادة في الوطن العربي من اليمن للأسف الشديد يعني إحنا وقعنا بين المطرقة والمنجل يعني بين كماشتين والذي يتأمل تصريحات السياسيين الأمريكيين والأوروبيين حول الأزمة في اليمن كما يسمونها هم يسمونها أزمة اللي يتأمل هذه التصريحات يجد يجدها متفقة مع الممارسات العملية في الواقع ممارساتهم العملية يعني هم دائما ما يؤكدون أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون عسكري لا يريدون حسم المعركة مع الانكلاب بالقوة لماذا؟ لأن الحسم العسكري سينهي المأساة اليمنية سينهي المأساة اليمنية ويؤسس لدولة قوية مستقرة وهذا ما لا يريدونه هم يريدون دولة معاقة ووضع غير مستقر في اليمن وطواف سياسية متناحرة تظل في حاجة إلى دعمهم وتوجيهاتهم على شكلة الطواف اللي في لبنان واللي في العراق هم يريدون هذه الصيغة وللوصول إلى هذه الصيغة صنعوا ويريدون صناعة التوازن في القوة بين الشرعية من ناحية والانكلاب من ناحية أخرى فمنحوا الشرعية كما قلنا قوة الفضاء الدبلوماسي والكرارات الأممية ومنحوا الانقلاب قوة الأمر الواقع في الأرض سمحوا لها تكوى وتتحصن وتتمكن بحيث يصل الطرفان إلى قناعة بأن الحسم العسكري غير ممكن وأنه لا بد من تفاوض ينتهي إلى حكومة وحدة وطنية يكون الحوثي فيها لية الطولة يريدونها أن تأتي هذه القناعة من داخل الشرعية النفسية ومن داخل الانقلاب ولولا أنه في ممانعة قوية إلى حد الآن من الحكومة الشرعية ومن اليمنيين الذين يصرون على استعادة دولتهم وجمهوريتهم وكرامتهم وحريتهم قد يتساءل غير المتمرس بالسياة إذا كانت هذه الدول تريد خدمة الانقلاب فعلا فلماذا تؤيد الشرعية أحيانا وتدعمها بقرارات أممية والجواب هو أن الدول وخصوصا دول أوروبا تراعي الجوانب الأخلاقية ظاهريا في السياسة أقول ظاهريا وليس على مستوى الحقيقة لأنه على مستوى الحقيقة ممكن يدمروا بلد حضاري مثل العراق يدمروا بالكامل ويرجعوه للقرون الوسطى ممكن هذه الدول الأوروبية لكنهم حين يفعلون ذلك لن يفعلوه بدون مبرر أخلاقي ظاهري أمام شعوبهم يعني هذه الدول قامت في داخلها على احترام مجموعة مبادئ منها مبدأ حقوق الإنسان مبادئ حقوق الإنسان وهم يدركون أن التناقض الفج مع هذه المبادئ سيقوض دولهم في نهاية المطاف عملية معقدة يعني ولذلك يحرصون دائما على تنفيذ مخططاتهم تحت غطاء شرعي أخلاقي يتناقضون مع مبادئهم نعم لكن ظاهريا بيحاولوا يحافظوا على هذه القيم ولهذا أيضا لم يكن بإمكانهم بالنسبة للقضية اليمنية ما كانش بإمكان الدول الأوروبية والغربية تأييد الحوثي بصورة صريحة بصورة صريحة ولم يكن بإمكانهم خذلان الشرعية بصورة صريحة لأن هذا سيحرجهم ويعريهم بشكل صارغ قدام شعوبهم وقدام المجتمع الدولي طيب أيش الحل كان الحل أن يعطوا الشرعية بعض الامتيازات الدبلوماسية ويعطوا الحوثي الفرصة العملية للبقاء ويبرز دور بريطانيا في هذه المؤامرة بشكل خفي ولافت في نفس الوقت من أيام مؤتمر الحوار الوطني من يمعه اشترطوا للحوثيين عدد من المقاعد وفرضوها يعني إذا تأملت مبعوثية الأمم المتحدة لليمن ثلاثة اثنان منهم بريطانيين اثنان منهم بريطانيين هؤلاء هذان الاثنان كانوا أكثر تساهلاً مع الحوثي وأكثر تشدداً مع الشرعية هذولاً الاثنين البريطانيين جمال بن عمر وغريفت جمال بن عمر بريطاني والجنسية ومارتين جريفت كذلك بريطاني لكن بريطانيا الامبراطورية العجوز صاحبة الخبرة في المؤامرات لا تترك لك أي مستمسك تأخذ عليها أمام القانون خبرة يعني ترتكب الجريمة وما تتركش وراءها أثر لا تخلف وراءها أي أثر للجريمة التي تكترفها وهي في هذا تتفوق على أمريكا بالمناسبة أمريكا الثور الهائج الذي يحطم كل شيء في طريقه لا هي بريطانيا ناعمة في مؤامراتها في شغلها رئيس وزراءها توني بلير مثلا يذهب لتدمير العراق ويقتل مئات الآلاف من العراقيين ويصنع أكبر مأساة إنسانية في المنطقة وبعدين يتقاعد ويتحول إلى رجل صالح مؤمن يناظر الملحدين حول إثبات وجود الله وبعدين تكتشف أن هذا الرجل الصالح الذي كان مجرم كبير قبلها أصبح وهو رجل صالح يعني ومنظر للإيمان في هذا الوقت أصبح حاكم يعمل بوظيفة مستشار لحاكم أبو ظبي وكانت صحيفة ديلة الإغراف البريطانية كذكرت في تكرير حصري لها أن الإمارات مولت سرا مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في لندن أثناء عمله لما كان مبعوث دولي للشرق الأوسط يعني فضلا عن تلقيه الملايين مقابل عملك كمستشار لمحمد بن زايد وقالت هذه الصحيفة أن الإمارات مولت مكتب بلير في لندن بينما تلقى بلير تلقى ملايين الدولارات كأجور استشارية من صندوق الثروة السيادية بالعاصمة أبو ظبي هذا هو شغل البريطانيين ما علينا لبس نربط بين الخيوط وإذا تسألنا عن أسباب انجذاب أبو ظبي نحو توني بلير الصحيفة نفسها البريطانية بتجعب قالت أنه في تقاطع موجود بين أجندة مؤسسات توني بلير الاستشارية والخيرية مؤسسات خيرية تقاطع بين أجندة هذه المؤسسة وسياسات الإمارات في المنطقة فيما يخص العديد من التوجهات سواء في أفريقيا أو في الشرق الأوسط يعني الاثنين مثلا يتشابهون الطرفان يتشابهان في الموقف من الحركات الإسلامية والحزاب الإسلامية ومن وصولها إلى السلطة الاثنين رافضين وكذلك يعني يتشابهون في الموقف من حركات التحرر التي اشتاحت الدول العربية يعني توني بلير أو بالأصح بريطانيا يحملان نفس الموقف من الربيع العربي والحوثي هو إحدى أدوات إجهاض الربيع العربي فلا غرابة لا غرابة أن يكون مدلل عند هذه الدول إلى الحد الذي لا يزعج البكرة الحلوب التي تسمى السعودية هم بيحاولوا يبقوا على هذه الأداة اللي اسمها الحوثي بدون ما يزعلوا المملكة السعودية يعني في حملية تسديد ومقاربة زي ما بيقوله في أصول الفقه وزير الخارجية خالد اليماني كان صريح وكان حاسم عندما قال إن الشركاء في العالم يتخاطبون مع الحكومة ويمارسون الضغط عليها رغم إكرارهم بأن المشكلة تكمن في ميليشيا الحوثي التي لا تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني ووجه خالد اليماني إصبع الاتهام مباشرة إلى جريفت ومن ورائه بريطانيا قائلاً إنه يمارس هذا الجريفت يمارس ضغوط على الحكومة مستغلاً الملف الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية وقال إنه حمل معه مجموعة شخصيات إلى صنعاء لم يتم الاتفاق عليها مع الحكومة الشرعية هربوهم يعني إلى صنعاء شخصيات دبلوماسية أوروبية وهذا الدور البريطاني المشبوه ينبغي أن يوضع تحت المجهر ليعرف الناس الأهداف الحقيقية له ويعرفوا أدواتها أدواتها المحلية ما هي والشك في الدور البريطاني ينبغي أن يشمل المساعدات المالية التي قدمتها بريطانيا لليمن وين راحت هذه المساعدات؟ أين ذهبت؟ إلى يد من؟ صحيفة ليوكيديلا غيرا اسمها هكذا يعني صحيفة إيطالية كانت قد نشرت في وقت سابق قالت إن بريطانيا قدمت مساعدات مالية لليمن في عامي 2015-2014 تقدر هذه المساعدات بـ 65 مليون جنيه سترليني فين راحت هذه المساعدات؟ من استلمها؟ الحوثي أو الشرعية؟ هل استفادت منها الشرعية أو من الانقلاب؟ وفي شهر فبراير الماضي كان السفير الإيراني في لندن هذا خيط آخر، هذه زاوية أخرى كان السفير الإيراني في لندن قد قال إن بلاده وبريطانيا اتفقتها على كرارات مهمة بشأن اليمن ما هذه الكرارات؟ ما هي هذه الكرارات التي اتفقت على إيران وبريطانيا بشأن اليمن؟ طبعاً هذه الاتفاقات جاءت في سياك الحديث عن الملف النووي الإيراني يعني أنه الملف اليمني بالنسبة لإيران هو أحد مستنداتها التفاوضية فقط في الملف النووي طبعاً الأجندة البريطانية في المنطقة لا يمكن أن تظل خافية طوال الوقت لابد أن تنكشف معها من خلال بعض المؤشرات منها مؤشر تجارة السلح البريطاني بريطانيا من دول المصدرة للسلح بكثافة لمنطقة الشركة الأوسط وفي هذا الخصوص قالت صحيفة الجارديان البريطانية قالت أن بريطانيا فرشت السجاد الأحمر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى لندن قبل مدة لأنها تصدر نصف منتجاتها العسكرية للسعودية وزادت من حجم الصادرات العسكرية بنسبة 225% لصالحها في خلال الفترة هذه هذا لذلك نسبة 225% لصالح بريطانيا تصدير سلاح لمنطقة الشركة الأوسط في فائدة يعني في الحروب وكارت الصحيفة قد نشرت تكريل لمعهد سويدي يقول أن السعودية تستخدم كميات كبيرة من الأسلحة المستوردة من بريطانيا في حرب اليمن طبعا المسألة ليست مسألة تجارة فقط تجارة السلاح هي التي تقود بريطانيا إلى المنطقة هي تجارة السلاح في المكان الأول لكن لا ننسى أن بريطانيا كانت تستعمر محظم منطقة الشركة الأوسط يوم من الأيام وكان هناك عامل الحنين إلى الماضي الاستعماري القديم البريطانيون يحنون إلى عصر الامبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عنها الشمس هذا الحنين إلى الماضي الاستعماري يمكن أن نلحظه في حديث وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي قال أن بريطانيا كانت تكلصت هيمنتها من بعد الحرب العالمية الثانية وتذكر أن بريطانيا قد اشتاحت خلال القرون الماضية أكثر من 170 دولة تعالوا نستمع إلى الأخ البريطاني الصيوني المتعاطف مع الصيونية بحرارة جونسون هذا ويشوف نبرة الحسرة الاستعمارية في لغته أفكر في 198 دولة في الأمم المتحدة اشتحناها خلال المئات السنين الماضية 170 منها أعتقد أن جيلي ترعرع وشعر أن تلك الأيام كانت على نحو الرحيم خلفنا بعيدا عنها ولكن بريطانيا هي الآن تلجو فترة ربما انحطاط تقوقع وأفقها يتقزم إذا ما صح التهبير ابتداء من الحرب العالمية الثانية واليوم نحن في عام 2017 وبطبيعة الحال نحن الآن نريد لهذا الأفق أن يتوسع نريد أن نبدأ ذراكنا إلى العالم نحن لا نريد أن نراوح مكاننا ولا نريد أن ننتمي إلى مجموعة ثماني الكبار أو الخمسة زائد واحد فقط نقول أن الجيش البريطاني على سبيل المثال موجود في ثمانين دولة في العالم وأعتقد أن الفرنسيين إذا مقرر نفسنا بأن الفرنسيين الجيش الفرنسي فقط موجود في ثمانية الدول من الأمثلة التي تشرح الواقع قولهم أن الطيور على أشكال يتقعوا هذا مثال يصلح لشرح ما نحن فيه يعني لو كانت بريطانيا دولة تحترم الحقوق والحريات والديمقراطية لو كانت في جوهرها دولة حقوق وحريات وديمقراطية لكانت حركات التحرر العربي أقرب إليها رحما من دول وجماعات الثورة المضادة هذا لو كانت هي فعلا تحترم الديمقراطية وبتحترم الحقوق والحريات بالفعل لكن الواقع يقول أنه جوهر بريطانيا وكثير من دول الغرب هو الإمبريالية الاستعمارية بدليل هذه السياسات المتسامحة مع حركة حركة انقلابية فاشية مثل حركة الحوثي يعني احنا المواقف هي التي تمتحن القيم والشعارات وأوروبا وأمريكا هذه المجتمعات التي ظلت تردد بأنها أكثر المجتمعات في التاريخ البشري احتراما لحقوق الإنسان وتقديرا لحركات التحرر يعني يشوفها تقف وتتعاطف مع جماعات فاشية نازية عنصرية تمارس القتل وتختطف الدولة وتغتصب أمور الناس اغتصاب هنا الامتحان الحقيقي لقيم أوروبا هذا هو الامتحان الحقيقي فعلا لقيم أوروبا والأمر ما عدوش خاضع يعني ما عد فيش إمكانية للتلاعب بعقول الناس الناس والمجتمعات العربية اليوم أصبح فيها شريحة كبيرة واسعة لديها وعي ولديها إدراك وفهم لأساليب اللعب والضحك على الدكون كما يقولون بريطانيا لن تفلح ولا غيرها من الدول لن تفلح في إقناع اليمنيين بأنها كانت عادلة معهم في هذه الكضية أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد في ظل خيبات الأمل التي منينا بها نحن اليمنيون في أشقائنا وأصدقائنا يعني لا زال هناك بعض مواعث الأمل في مواصلة النظام من أجل استعادة دولتنا وجمهوريتنا واستكمال مسيرتنا الديمقراطية ما زال في أمل كبير تأتي بوارق الأمل هذه من جوانب مختلفة أهمها في طبيعة الحال الأمة اليمنية الأمة اليمنية هي مصدر أملنا يعني مصدر الأمل الحقيقي هذه الأمة الرافضة للطغمة الانقلابية وخصوصا شريحة الشباب الواسع الواعية ومن بوارق الأمل أيضا صمود الرئيس هادي والمسؤولين اللي بجانبه صمودهم على الموقف من الانقلاب ما زال موقف الرئيس هادي ربو منصور هادي من الانقلاب حتى الآن موقف صلب يستحق التقدير وما زالت مطالبها الوطنية إلى الآن أيضا تستحق التقدير نقول إلى الآن إن شاء الله ما يخضلناش بالرغم بالرغم من الوضع الصعب الذي يحيط به نحن ندرك تماما مدى حاجة للسعودية ومدى يعني الصعوبات اللي بيحيط به والتآمر اللي بيحيط به من قبل الإمارات وغيره الرجل حتى الآن مصمم على اشتثاث الانقلاب واستعادة الدولة والتصريحات السابقة لوزير الخارجية اليماني مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية هذه التصريحات تكشف عن موقف الرئيس هادي أيضا لما يؤكد وزير الخارجية على رفض الحكومة تجزئة حل الأزمة اليمنية على طريقة المرور في بلادنا ثلاثين وثلاثين هذا معنى أنه هادي نفسه رافض ذلك ولما يقول أنه في حال إذا رفضت الميليشيا الانقلابية الانسحاب فإن قوات الشرعية لن يكون أمامها يعني سوى خيار واحد والاستمرار في تحرير المناطق المتبقية بما في ذلك صنعاء على غرار ما فعلنا في عدن لما يقول هذا الكلام هذا معناه أنه الرئيس هادي نفسه ما زال يعني قوي وما زال صلب ويتبنى القضايا الوطنية التي نتبنىها وفي المقابل هادي نفسه يتحمل مسؤولية كتمان حقيقة الحرب التحالف في اليمن يعني تاريخيا سيتحمل ذلك هو يعرف ونحن نعلم أن هذه الحرب ليست حرب لدعم الشرعية السعودية والإمارات حربها في اليمن ليست لدعم الشرعية بل لأغراض وأجندة أخرى بتتقاطع مع أجندة الشرعية صحيح ومعانا فوايد في الطريق لكنها ليست حرب لدعم الشرعية الشرعية تستفيد منها مش التناقض الموجود بين السعودية بين الأجندة السعودية والأجندة الإيرانية فقط الشيء الذي نستطيع أن نؤكد بثقة هو أن المعركة مع الإنقلاب للأسف لم تنطلق من بدايتها وفقا للأجندة اليمنية ولا تحت راية الدولة اليمنية وإنما كانت الشرعية اليمنية الشريك شريك مستضعف للسعودية والإمارات حتى ما كان فيش معهم غرفة عمليات مشتركة ولهذا يمكننا القول أن معركتنا نحن اليمنين مع مشروع الإمامة والإنقلاب لم تبدأ بعد ستتحدث مراكز الدراسات في المستقبل كيف أن التحالف عمل على تمزيك الشرعية وأضعفها أكثر مما خدمها هذا أكيد وسيتحدث أن المعارك أو المعركة لو كانت تحت قيادة قيادة يمنية أو حتى تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة يمكن كنا في وضع آخر يعني بالتأكيد احنا كنا بحاجة حلفة لكن الذي حدث ما كانش تحالف بقدر ما كان حالة ابتزاز ابتزاز كثير من قبل أشقائنا لليمنيين ابتزاز قوى الموقف الشعبي للإماميين وأضعف الشرعية في كل جوانبها والسؤال عن إمكانية خوض الشرعية للحرب مع الانقلاب على الرغم من تناقض الأجندة اليمنية مع أجندة التحالف الخليجي هذا سؤال يقود إلى سؤال آخر هل لدى اليمنيين أي استعداد لكبول الأمر الواقع كما تريده الأطراف الغربية يعني كبول الحوثي الجواب واضح بالتأكيد الحرب أنهكت الشريحة الواسعة من اليمنيين واستمرار الحرب يضعف هذا الإنهاك إلى حد لا يطاق لكن مع ذلك مع ذلك هناك غالبية شباب اليمن غير مستعدين لكبول الأمر الواقع غير مستعدين لكبول المشروع الحوثي وأي حل لا يؤدي إلى سقاط الانقلاب وعودة الدولة والجمهورية لن ينجح تحت أي ضغط مهما كانت التسويات هناك شريحة من الشباب مستعدة لخوض حرب استنزاف طويلة لن يستكر مع أهل يمن ولا دول الجوار تعالوا نستمع إلى الرئيس هذه نفسه وهو يتحدث بمنطق الشباب نحن نتمنى أننا لوصل بالحوار السياسي إلى تفاهم لكن معاه من تتفاهم معاه من تتفاهم هذه الناس يؤمن بأن الله كعب عبد الملك الحوثي وإنه يمشي لأنه هو المهدي المنتظر هو ممكن معاه من يفهم نحن لبالحل نريد الحل الدبلوماسي لكن نحن جربنا عملنا أكثر من 180 اتفاقية معه وعدنا في صنعها يوقع معك ويلغط التليفون يتصل لأيران قالوا له لا 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 يوجد قرار بيد الحوثي القرار في أيران والقرار عند نصر الله في لبنان المشهد السياسي والإنساني والأخلاقي قد يبعث أحياناً على اليأس لكن هذا لا يحدث إلا عند قليلية الخبرة بالتاريخ اليأس عادة يتمكن من أولئك الذين يرغبون في مكاسب سريعة يرغبون في تحقيق مكاسب سريعة ويكيسون زمن الحوادث بأعمارهم لا بأعمار الحوادث نفسها من يدري لعل الله أراد بهذا الوجع كله وبهذه المتاعب التي نتحملها نحن اليمنيون لعل الله أراد أن يحدث أمر كبير في حياتنا يليك بمتاعبنا وصبرنا الطويل الأحداث التي مرينا بها كشفت الكثير من نقاط ضعفنا الكثير من نقاط قوتنا أيضاً هذه الوحدة فائدة لا تقدر بثمن لأن شرط التغيير إلى الأفضل هو معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة اليوم شريحة كبيراً من اليمنيين بالذات الشباب عرفت أهمية وجود الدولة وأهمية الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها لمستبد من المستبدين وعرفت مخاطر وجود الدولة البوليسية المستبدة وعرفت مخاطر الفكر الذي يغذي المشاكل السياسية ويمزق النسيج الاجتماعي الوطني وعرفت حقيقة الأشكاء والأصدقاء اليوم الأحزاب السياسية اليمنية أدركت جوانب ضعفة السابقة وأدركت أن مقاومة التغيير أنا بقول أدركت على مستوى الوعي أما مسألة بلورت هذا الإدراك إلى الواقع هذا أمر آخر أدركت هذه الأحزاب أن مقاومة التغيير داخلها أمر مستحيل وأنه بيع الكلام ما عاد مجدي مع اليمنيين نعم هناك يمني جديد يتشكل في هذه الأثناء هو الذي سيحدد شكل المستقبل في اليمن بعد التخلص من فتنة الحوثي بالرغم من أن سنوات الحوثي قد أحدثت فجوة خطيرة بين الأجيان عن طريق تجهيل كامل من اليمنيين في عهدها عن طريق حرمانهم من التعليم أو على الأكل من التعليم الجيد آلاف الطلاب الفقراء غادروا المدارس إلى جبهات الرزق أو إلى جبهات القتال والذين أصروا على مواصلة الدراسة لا يجدون من المعرفة إلا اسمها في مدارس الأهد الإمامي لكن مع ذلك هذا الجيل لن يكون مانع من قيام نهضة يمنية في المستقبل بعد عودة الدولة واستتباب الأمور لأن نهضات الشعوب تقودها النخب والنخبة اليمنية موجودة وتحتاج إلى نظام نظام يوظف إمكاناتها لصالح البلد كما تفعل كثير من الدول ومنها تركيا اليوم نظام حزب العدالة والتنمية في تركيا خطط للاستفادة القصوى من الخبرات التركية الموجودة في الداخل والخارج وبالفعل تمكن من تحقيق نسبة نجاح عالي في هذا السياق كثير من الخبراء وأصحاب المصانع الأتراك في أوروبا وأمريكا ومن بينهم المخرجية الأعمال السينمائية هذه ومنتجيها والمسلسلات المشهورة التي يشوفها كثير منهم كانوا في أوروبا وأمريكا عادوا إلى بلادين وشاركوا في نهضتها واليوم بيصدروا صناعات حربية تركية خالصة وبيصدروا دراما وسينما وغيرها من الصناعات بعد أن كانوا يستوردونها إلى سنوات قريبة يعني أردت القول أن اليأس من عودة اليمن الحر الموحد الديمقراطي الناهر لا يجوز اليأس هنا لا يجوز أن يتسرب إلى أنفسنا لا يجوز أن يكون نفسنا قصير ونفكر في متعنا العاجلة على حساب مصير اليمن كله ومصير أجيالنا الأجيال التي تعيش في هذه الفترة وخصوصا جيل الشباب عليه مسؤولية تاريخية ويجب أن يتحمل هذه المسؤولية بشجاعة مثل الجيل الفتنامي في معركة الستينات مع أمريكا في القرن الماضي جيل يتحمل مسؤولية أهو أنقذ فيتنام ووصلها لبر الأمان تعب صحيح لكن هذا جيل محترم أنقذ بلده وأنقذ أجياله كذلك الجيل الألماني الذي أعاد ألمانيا إلى عافيتها بعد عشر سنوات من الحرب العالمية الثانية التي دمرت كل المدن الألمانية تقريبا وسواتها بالأرض خرجوا بعد عشر سنوات وأعادوا ألمانيا أحسن مما كانت خلاصة القول أن التفكير الأناني في الذات هو سبب من أسباب ما نحن فيه علي عبد الله الصالح وجماعة اللي كانوا معاك كانوا مجموعة أنانيين يبحثون عن مصالحهم الذاتية وفرطوا في البلد واليوم وصلنا هذه نتيجة تفريطه لا نريد أن نكون أنانيين ولا نريد أن يكون أنانيتنا سببا في حصول هذا لأولادنا في المستقبل وإلا فنحن نستحق لعنة الأجيال القادمة اللي قدر الله خلاصة القول في المشهد اليمني ممكن تلخصها كلمة أو عبارة واحدة الانقلاب أسقط الدولة والتحالف منع قيامها الانقلاب أسقط الدولة والتحالف منع قيام الدولة والجريمتان بمستوى واحد والأمر ما هو شعفوي كما يتصور البعض الأمر مخطط ومكسود وأوضح صور يعني صور هذا التآمر وبراهينة هي أن التحالف يمنع قيام الدولة في المناطق التي تحررت من الحوثي ويمنع تشكيل جيش وطني موحد ويغذي النزاعات المناطقية ويتعمد إفساد الشرعية وهلهلت أداءها وتثبيط عناصر القوى الشاملة لدى اليمنيين في دحر الانقلاب لا يوظفها ويغرق الشرعية بمسؤوليات ومشاكل لا كبل لها بها كل هذا وغيره يتم عمدا وعدوانا عن سبك إصرار وترصد من كبل نظامي الرياض أبو طبي هذا ما هو مجرد أخطاء أو قصور في الأداء هذه الأمور لم تعد خافية على أحد ولذلك لا نستغرب أو لم نستغرب ما شاهدناه في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر السوشال ميديا لأسبوع الماضي اللي ظهرت فيه الفتاة الإماراتية التي قالت في حضور محمد بن زايد أنها مستعدة لإحراك اليمن إذا أراد وكان بن زايد مبسوط لمثل هذا الكلام طبعا الفتاة صغيرة خبرتها في الحياة بسيطة لا تلام لكن كلامها مؤشر على حجب الكراهية التي تضخها وسائل النظام الإماراتي داخل بلدها فيها يعني اتجاه اليمن اتجاه اليمن إنسانا ودولة وحضارة بات اليمنيون يشعرون أن دوافع حرب محمد بن زايد ليست المصلحة مصلحة فقط بل الشعور بالنقص الحضاري تجاه اليمن هذا الحقد على اليمنيين لا يمكن تفسيره بدافع البحث عن مصالح أبوظبي والرياض السياسية والاقتصادية هذا الحقد على اليمن يحتاج إلى تفسير تاريخي وتفسير نفسي ومع ذلك فالمؤشرات تقول إن تحالف بن سلمان وبن زايد إلى تراجعه كل يوم كل يوم يتلك أزائم جديدة على مختلف المستويات وسيستمر هذا التراجع وستستمر هذه الأزائم وفقا لكانون السكوط الحر هم في حالة سكوط حر هؤلاء لديهم أموال وأحقاد يصدون بها عن سبيل الله سبيل الله عندنا هو سبيل الحقوق والحريات وليس لله سبيل آخر حقوق الإنسان وحرياته هي سبيل الله والذين كفروا بهذه الحقوق يصدون عنها بأموالهم بحركاتهم وكانون الله يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة